اوه يايس ياما اشغلت انا الله يشغلك انا احب مين ولا اكره مين انا اوقف في صف مين ولا مين انا احزن على مين ولا افرح على مين ارحمني شوية خلينا احس اني انسان اقول لكم حاجة انا مش مع اي احس انا مجرد متابع من اليوم بلا ايرن بلا برادايس بلا زيك بلا ليفاي بلا ما انا مجرد متابع انا كده بكون كل اسبوع اجلس حط رجع رجل وتابع الحلقة خلاص وش لي وش ال انا في صف فلان ولا في ال هذا قاعد يجحفلنا كل يوم في مصيبة كل يوم يخليني اغير شايف الاضطراب والقلق اللي جاسين نعيش وانا وانت هذا هذه هي الرسالة اللي بغي يوصلها لنا الكاتب ولو فيه عنوان مناسب لحلقة اليوم وللموسم هذا كله كان مفروض يكون اللي ما تعرفه تجهله حكمنا على راينر بالقسوة والجرم لهجومه الاول على برادايس لاننا نجهله حكمنا على زيك وقلنا انه عملاق متوحش وكرهناه اشد كرة لاننا برضو نجهله حكمنا على بيرتولد حكمنا على آني على غاليارد على مارسيل ولكن في النهاية ايش بمجرد ما تعرفنا عليهم وعلى ماضيهم ومعاناتهم وطفولتهم غيرت نظرتنا لهم مباشرة حتى وان ما تغيرت نظرتنا لهم بطريقة ايجابية على الاقل عرفنا ليش صاروا كذا وليش عملوا كذا من الاساس لاننا الان اصبحنا نعرفهم ومعاد صرنا نجهلهم زي زمان وهذا الشي قبل ما يكون مجرد نص في انيمي او قصة في مسلسل هو درس مهم من دروس الحياة اللي جالس علمنا يا اسياما شكرا اليوم بقوله شكرا صراحة معاد فيش تيمة خلاص شكرا يا اسياما شكرا 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 ايش هذا كله مقدمة يا ساتر ياهلا والله بالجميع معاكم اللوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين اهلا وسهلا بكم في مراجعة نهاية الحلقة الرابع عشر وكمان الحلقة الخامس عشر من الموسم الاخير لانيميتاك انتايتن وقبل نبدأ يا جماعة اسمحولي اخذ من وقتكم شوية بس نعرف وقتكم ثمين بسمع ليش عندي لكم اعلان سريع وعرض مرة جميل من متجر جينت وشوب اول حاجة ايش رايك بهذا الجهاز مش اكله كيوت كذا من بعيد صح فاخم الصوت صح هذا الصوت يا حبيبي جاي من سماعة البلوتوث اللطيفة هذه سماعة بيوني ثلاثة في واحد تقدر تربطها على الجوال وتسمع عغانيك المفضلة او على الكمبيوتر لما تتابع حلقات اتاك انتايتن على سبيل المثال ولا يغركم صغرها ترى صوتها مرة مناسب وواضح مقارنة بحجمها والحلو كمان انها ماهي بس سماعة هي برضو شاحن جداري تقدر تشبكها في الجدار وتشحن جوالك عن طريقها وكمان تقدر تاخذها معاك برا في الشارع وتشحن جوالك وتستخدمها كباوربانك وسعتها تقريبا 5200 ميلي امبير وزيدك من الشعر بيت يجي معاها ثلاث شواحن متنقلة اضافية واحد بقوة 30 ألف ميلي امبير والثاني بقوة 20 ألف ميلي امبير والثالث بقوة 10 ألاف ميلي امبير وموش بس كده انا عارف انت مستعجل تشوف الحلقة بس خليك معايا برضو معاهم شاحن رابع صغير بقوة 10 ألاف ميلي امبير وصار عندك أربع منتجات بالإضافة إلى السماعة هذه اللي هي ثلاثة في واحد كانت بـ 1250 وصارت بـ 399 ريال كمان عندهم عرض إضافي لـ 10 كابل شاحن لجميع أنواع الأجهزة الذكية بقيمة 199 ريال ولا تخاف عندهم ضمان سنتين لجميع منتجاتهم ويوصلون لجميع مدن المملكة والكويت والبحرين والإمارات مجانا كل التفاصيل هذه وأكثر موجودة في صندوق الوصف وأول تعليق لا يفوتكم العرض يا جماعة لأنه مرة ما يتفور أما الحين تعالوا على الفيديو فلوك يا جماعة الخير خلاص ما عاد صار عنده أي هدف إلا أنه يحقق الغاية الأعظم لحركة المقاومة الإلدية اللي تبناها إيرن وزيك واللي راح نسولف عنها بعد شوية القائد شادس يا جماعة حكيم وذكي وشاف جدية أتباع إيرن وأعتقد والله وأعلم أن كلام فلوك ربما خلاه يتأثر ويستوعب جدية إيرن وأتباعه أتوقع كده بطريقة ما أن كلام فلوك خلاه يصحى كده من النوم اللي هو عايش فيه فقال شادس كده أتوقع بينه وبين نفسه بما أني رايح رايح وكبرياء ما يسمح لي أني أنصاع لأوامر الطفل هذا فلوك فقال خليني أعطي هذه المجموعة من الجنود المستجدين دفعة خليني أستفزهم بحيث يضربوني وننهي هذه الفوضى وخلاص وهذا اللي حصل للأسف وكان المشهد هذا عبارة عن مقولة تعلمه الرماية كل يوم فحين اشتد ساعده رماني أخ مشهد الحمد لله أنا ما شفنا النهاية ما شفنا التفاصيل لكننا حنعيط مظبوط مثل ما عودنا الكاتب اللئيم هذا يخلينا نكره شخصية ونحمل عليها حقاد الدنيا والآخرة وآخر شيء يعرفنا على ماضيها ومباشرة نتعاطف معها وهذه سنة من سنن الحياة أصلاً اللي ما تعرفه تجهله البشر وظيفتهم في الحياة بس يحكمون على الرايح والجاي نحكم على الناس بناء على تصرفاتهم بناء على ردود أفعالهم المفروض أننا ما نحكم على أي شخص قبل ما نسأل أنفسنا هذا السؤال ليش هذا الشخص قاعد يسوي كذا أكيد أنه شاف حاجة أكيد أنه عاش في ظروف مختلفة أكيد أنه شاف أشياء صنعت منه هذا الشخص وهذه هي رسالة إسيامة لنا اليوم وفعلاً كانت رسالة جداً عظيمة في بداية الحلقة أثناء ما ليفاي كان يضرب زيكم ربطوا في العربة كلنا كنا مبسوطين صح؟ هيوة اعطيها ليفاي لا ترحم القرد هذا قطعوا أقتلوا يا رجال طز في حريقة ليش كنا نحمل الحقد هذا كله على زيك؟ لأننا ما نعرفه اللي ما تعرفه تجهله كلنا نعرفه عن زيك أنه مجرم وقاتله سفاك دماغ ما نعرف طفولته ما نعرف معاناته مع قريشة ما نعرف شيء عنه سوى أنه مجرم ولكن هذا الكلام تغير في حلقة اليوم تماماً رجعنا إلى ماضي زيك وتعرفنا على جزء كبير من طفولته ومراهقة وشبابه وشفنا كيف كانت معاناته مع أمه وأبوه وشفنا كيف أنه اضطر يتعايش مع أشياء جداً قاسية وصعب يواجهها أي طفل بل أنه شفنا كيف كان قريشة مستعد يرحي فيه فقط لأجل المقاومة الإلدية غير أنه قسى عليه يوم كان زيك يحتاج حنان الأب درسوا وعلموا التاريخ وحقائق مرعبة يوم كان يحتاج أحد يلعب معاه ضغط عليه وأثقى الكاهله بأشياء أكبر منه يوم كان يحتاج أحد يشجعه زيك للأسف ابن قريشة ولكن قريشة ما كان لها الأب والوالد الحقيقي وفي النهاية زيك لقي كل هذه الأشياء اللي انحرم منها لقي الحب والحنان والكلمة الطيبة والتشجيع والتسلية كمان في شخصيتنا الجديدة والرائعة توم كزافير أتوقع أن اسمه كذا أنا قاعد ننطقه صح ولكن خلونا نقول عنه توم علشان نتجنب الكلاجات وراح نتكلم عن هذه الشخصية أكثر بعد شوية غير أن زيك يا جماعة عاش بين صراعين صراع أنه يتقبل حقيقة التاريخ والعالم اللي علموه إياه أمه وأبوه ويتحول إلى عضو ضمن حركة المقاومة الإلدية أو أنه يتقبل الكذبة السهلة والتاريخ الكاذب اللي علموه جد وجدته صراع جدا صعب يا جماعة أنك تخوضه وإنت في كامل عقلك ووعيك فما بالك تخوضه وإنت في سن صغيرة حاجة متعبة قريشة كان قاسي جدا مع زيك وكذلك مع إيرين وجابهم على وجه الأرض ما هو لغرض تكوين أسرة وتربية أبناء بل لخدمة أهداف حركة المقاومة الإلدية لا أكثر وهذا جزء بسيط من المعاناة لعاشها زيك وهو صغير ولكنها كانت سبب أساسي في تكوين شخصيته الحالية وبمجرد ما رجعت الكاميرا على زيك في الوقت الحالي وبعد ما عرفنا ماضيه المؤلم عطفنا معاه مباشرة وتمنينا أننا ما نشوفه مربوط في العرب بهذا الشكل قدام ليفاي حين كذا أنا قلت لكم أنا مش مع أحد أنا متابع أنا من اليوم متابع إنسوا كل كلام قلتوا في الحلقات الماضية أنا متابع أوكي؟ أوكي توم يا جماعة شخصية جديدة عرفناها وودعناها في حلقة اليوم واحدة من أجمل وألطف وأرهب الشخصيات الأمانة اللي قدمها لنا الموسم توم لما كان شاب تخلى عن عصبة يده وقدر أنه يعيش كأنه من المارليين بل أنه حب وتزوج وحدة مارلية وأنجب منها طفل وكون أسرة بعد فترة للأسف زوجته عرفت إنه من إلديا فراحت إيش أنتحرت قتلت نفسها ببساطة وقتلت كمان معاها ابنها كيف أكون زوجة لواحد من نسل الشيطان وابني كمان من نسل الشيطان لا يا حبيبي وهذا الشي دمر توم وقتل كل شي جميل في داخله تقريبا فتوجه مباشرة إلى جيش المحاربين كنوع من الهروب من واقعه كافح ونافس إلى أن قدر يرث قوة العملاق الوحش مارلية جماعة مرت بأيام سلم وبعيدة عن الحرب وكانت تنقل العمالقة من شخص إلى شخص آخر بين فترة وفترة يعني هذه الفترة اللي ورث فيها توم العملاق الوحش مارلية ما كانت محتاجة أصلا قوة العمالقة لأنه الوضع ما يطلب إني أستخدم قوة العمالقة الوضع سلم ما في حرب مجرد امسك لأن العملاق هذا خليه عندك 13 سنة وإذا خلصت نعطي واحد ثاني لين نشوف صرفه توم شاف إنه ميت ميت بعد 13 سنة فقال يا عمي خليني أقضي ما تبقى في عمري إيش في الدراسة والبحث داخل ذكريات العملاق الوحش لعلي أعرف كيف حصلت يومير على قوة العمالقة وكيف بدأت القصة هذه كلها من الأساس وقدر توم خلاله 13 سنة إنه يكتشف أسرار كثيرة عن قوة العملاق المؤسس المؤسس يا جماعة قدر إنه يمنح الإلديانين مناعة ضد مرض مميت قبل 600 سنة وقدر إنه يغير بنيتهم الجسدية بحيث يتحولون إلى عمالقة دون غيرهم من البشر وكمان المؤسس عنده القدرة إنه يتلاعب بأي السادة الإلديان كيف ما شاء يقدر يعطيهم قوة يأخذ منهم قوة يقدر يلعب فيهم زي ما يبغى فضلا عن إنه يقدر يمسح ذكرياتهم ويغيرها ويتلاعب فيها بل إنه كل الإلدياني هو جزء من العملاق المؤسس لما تفكر كذا في المعلومة صدمة ترى إيش هذا؟ وهذه المعلومات كانت شرارة خطة زيك الجديدة اللي بنتكلم عنها بعد شوي توم يا جماعة اعتبر زيك مثل ابنه وعاملوا على إنه ابنه وكان لزيك الأب الحنون والطيب كل شي فقدوا زيك وما لقيه في أبوك ريشا كان يلقاه عند توم ومع مرور السنوات توطدت علاقتهم مع بعض وصاروا كأنهم أب وابنه ولما عرف توم إنه زيك أبوه وأمه قاعدين يعاملونه على إنه مجرد أداء إرهابية أو أداء لتحقيق مخططاتهم قالوا يا أبويا لازم تبلغ عليهم لأنه لو مارلي اكتشفت تورط أمك وأبوك مع المقاومة الإلدية رح يتم تحويلك أنت وأمك وأبوك وجدك وجدتك إلى عمالك في بردايس وبالفعله لأنه تأثير توم جدا قوي على زيك زيك نفذ اللي طلبوا منه وفعلا بلغ على أمه وأبوه وسلم هو وجده وجدته صحيح أن زيك خسر أمه وأبوه ولكنه أصلا ما كسبهم من البداية أي خاربة خاربة فاهمين علي وهنا تفاجأنا مفاجأ أنه زيك بدون ما يدري هو اللي كان بداية شرارة لكل شيء هو اللي بدأ قصة أتاك أنتايتن وهو السبب في وجود إيرين وهو السبب في موت ما تبقى من العائلة الملكية في بردايس وهو السبب كمان في كل شيء شفناه في هذا الأنيمي بمعنى أنه لو لا وجود زيك ما كان وجدت قصة أتاك أنتايتن فكر فيها يقلع عم القوة يا شيخ زيك يا جماعة شخصية تستحق الاحترام خلونا معه نقص عليه بعد كذا زيك لما عرف أن المؤسس يقدر يتحكم بالشعب الإلدي مثل ما يبغى جات بباله خطة جديدة لإنقاذ إلدي وإنهاء العمالقة وأنا أشوفها خطة جدا عبقرية بس يا ترى إيش هي الخطة الآن العمالقة موجودين لأن الشعب الإلدي ما زال موجود وقاعدين يتكاثروا وما رح يروحون طالما إنه الشعب ذا قاعد يتكاثر فماذا لو ماذا لو خليت المؤسس يلغي إمكانية الإنجاب عند الإلدي أخي اليوم عقم خلاص ما عاد يخلفون خلاص ما عاد في أي أحد يقدر يخلف أطفال بمعنى إنه بعد 100 سنة رح يكون الشعب الإلدي خلاص ما في العجائز منهم وما عاد في عمالقة موخ يا حبيبي طالما إنه ما في أطفال وما في شعب جديد وما في شعب الإلدي معناته قوة العمالقة رح تختفي مع انقراض الشعب الإلدي هنيك يا زيك أهنيك أنا لا أنا ما أنا معاحد بش خلاص هذه هي الخطة يا توم توم تفاجأ ما جات في باله الفكرة يقلع أم القوة صح والله الولد جاب الفكرة وبعد فترة ساعت زيك بحثيرت قوة العملاقة الوحش ومن هناك بدأت خطة زيك وتوم في إبادة الشعب الإلدي بإسم القتل الرحيم ويلينة شاركت هذا المخطط مع إيرين وإيرين مرة أعجب فيه ووافق عليه وبكذا ورسميا عرفنا إيش هي خطة زيك وإيرين الخفية ولكن هذه الخطة يا جماعة تتطلب تضحيات كثيرة برضو زيك ضحى بكثير وقتل ناس أبرياء كثير ودمر قرى ومدن ودول كمان زيك يقول نعم أنا ضد القتل وضد الحرب ولكن أنا مضطر أقاتل الآن علشان حلم بكرة يتحقق والناس ترتاح أنا ضد أني أقتل أبناء شعبي وشعوب العالم ولكن مضطر أني أدوس على قلبي الحين علشان الأجيال القادمة ترتاح من هذه اللعنة لأن اللي عاشه وخاضه زيك وهو طفل ما يتمنى أي طفل ثاني يعيش ويخوضه ايه كمان تعظيم يا زيك لا ما نيف صفك ما نيف صف أحد توبة خطة زيك يا جماعة تتطلب وجود العملاق المؤسس وعملاق عنده دم ملكي وهذا الكلام قاله توم لزيك قبل ما يموت لما كان يبحث في ذكريات العملاق الوحش بمعنى أنه إيرين وزيك لو لمسوا بعض أو تصافحوا أو حضنوا بعض المهم يتلامسوا بأي طريقة راح تتفعل قوة العملاق المؤسس وبمجرد يظهر العملاق المؤسس راح يكون عند إيرين القوة المطلقة أو كل الخصائص والميزات اللي نعرفها واللي ما نعرفها للعملاق المؤسس يقدر يمسح ذكريات أو يغير الذكريات يقدر يحرك عمالقة الدك أو يخفيهم من على الوجود والله أعلم وش القوة اللي راح تتفعل لو زيك وإيرين لمسوا بعض ولكن الهدف الآن من خطة زيك وإيرين اللي اكتشفناه هي تفعيل قوة العملاق المؤسس وعن طريقها إيرين يسوي الشيء اللي اتفقوا عليه هو أنهم يخلوا كل الإلدين يصابوا بالعقم وين هو هذه القبيلة أو هذا الشعب من على الوجود ولعله هذا سبب البرود والهدوء اللي شفناه في وجه إيرين إيرين أتوقع أنه معادي همه شيء خلاص لأنه هو بيموت أصلا بعد فترة بسبب انتهاء فترة وراثته للعمالقة كمان لأنه خطته تتطلب تضحياته معادي هم مين يرضى ومين يزعل خطة زيك يا جماعة خطة جدا جدا ممتازة وراح يشهد لها التاريخ لو تمت صحنا تتطلب تضحيه بشعب كامل ولكن على الأقل راح تنهي معاناة الكثير راح تخلي العالم يصير طبيعي عالم بشر عالم كده ما فيه إش عمالقة عريانين يعني أمه الهج ولا لا خلاص الناس بترتاح من ذي المناظر أنا الحلقة الماضية للأمانة كنت متحمس مع خطة إيرين وأخذتني العزة بالإثم وقلت يالله دمر أم العالم بس لا لما شفت خطة زيك تغيرت وجهت نظري تماما لا تدمر العالم ولا شيء الله يرضى لي عليك خلاص فيه حل ثاني وحل كويس بس لحظة لا تتحمس إنتوا إياه وين روحتم وين وصلتوا إنتوا نسيتوا أن زيك فجر نفسه وفجر ليفاي معاه والخطة هذه كلها واقفة على وش بيصير في الحلقة الجاية لو مات زيك معناته الخطة اللي جلسي خطط لها سنين وسنين انتهت في لمح البصر أنا إيش فيني ببكي على زيك أنا مش معا أنا وحيد أنا محايد ولو مات ليفاي معناته حنجلس نلطم ونصيح ونسب ونشتم في إسيامه لو شوفوا أنا مبغى حلل بس زيك تقولوا قلون يسويها إسيامه أنا ما ودي أخوض وما ودي أتحرق ولا أبغى أعرف إيش مصير هذول الاثنين إلا في الحلقة الجاية فاية تحريات خلونا نترك شيء للمفاجئة ليش نقول يمكن ويمكن خلاص يكفي لا حد يموت الله يخليك يا إسيامه تأكفى الله يخليك وبس والله هذه كانت مراجعة الحلقة الخامسة عشر من الموسم الأخير لأني ميتاكن تايتن نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم للحلقة ستعش والأخيرة من الدفعة الأولى من الأخيرة ما أدريش بيسووا فينا لكن نشوف صراحة ما في أي تصريح رسمي إلى الآن وأتمنى أنه منزلوا لنا فيلم كده مدده ثلاث ساعات يظبطوا مظبيط يرسموا صح ويحبكوا كده الدنيا مظبوط نشوفوا دفعة واحدة وينزل سينما كلام لا تنسى العجاب بالفيديو كم معاكم اللوجية هشوفكم في الفيديو القادم